أهلا بكم كان لقرار دول مجلس تعون الخليجي الذي صنف حزب الله منظمة إرهابية ردود فعل لافتة تصدرتها مواقع التواصل الاجتماعي ولسيما على تويتر وفيسبوك نبدأ من تويتر حيث كتب رئيس تيار المردة النائب سليمين فرنجي على حسابه الخاص إن حزب الله مقاومة ترفع رأس لبنان والعرب ونأسف أن ترجم من بيت أبيها ما يرضي عدونا الوحيد إسرائيل كما علق الوزير السابق بأموهاب قائلا القرارات الخليجية والعربية لا تساوي ثمن حبرها فلينقعها الوزراء العرب ويشرب مماءها وكتب اللواء جميل السيد من التكفير الديني إلى التكفير السياسي من ليس من مذهبنا كافر ومن ليس مع سياستنا عميل وإرهابي الكاتب والصحفي الدكتور عبدالباري عطوان قال معلقا إذا كانت السعودية تنتقد تدخلات حزب الله فأن تدخلات السعودية أكبر بكثير وأحد الناشطين على تويتر قال قرار وزراء الداخلية العرب يحتاج إلى التطبيق الفوري على أرض الواقع من خلال طرد جميع عناصر حزب الله من دول الخليج إلى الفيسبوك حيث كتب أحد الناشطين أن توصيف حزب الله منظمة إرهابية هو صب الزيت على نار الفتنة التي تحركها إسرائيل عبر أدواتها في المنطقة وكتب ناشط آخر بعد اعتبار حزب الله منظمة إرهابية ينبغي إغلاق القنوات التابعة لها وأحد الناشطات كتبت أصلا سأشك بحزب الله لو اعتبرته دول مجلس تعاون غير إرهابي وناشط على فيسبوك قال بعد التوكل على أمريكا وإسرائيل تقرر السعودية أن حزب الله منظمة إرهابية موسيقى